دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثمانة صباحا بتوقيت القاهرة مع محمد الشازلي اتفضل يا محمد شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش وموجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون وخلال كلمته بافتتاح فعليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمصاري ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشددا على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون المشترك كما أكد الرئيس السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية على جميع دول العالم وأضاف رئيس سيسي أن مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة لافتا إلى أنها تخطو بخطا ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح شدد رئيس عبدالفتاح سيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وخلال استقباله رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على هامش ناقادي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة جدد الرئيس السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثلة لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة فضلاً عن تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية تظاهر ألف الإسرائيليين في عدة مناطق منها تل أبيب للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن الألاف بدأوا بالتجمع وسط الأبيب للمشاركة في مظاهرة مركزية تنظم أسبوعياً للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة كما تظهر ألاف آخرون أمام منزل نتنياهو بمدينة قيساريا مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وبحسب صحف إسرائيلية فإن المظاهرات انطلقت في ثمانين موقعاً للمطالبة بإقالة حكومة بن يمين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة أدانت باكستان مواصلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهر بلوش إن بلادها تدين القصف الإسرائيلي العشوائي الذي استهدف منازل المواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة الأطفال والنساء وأضافت أن إسرائيل ترتكب جرائم الحرب ضد أهالي غزة مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين تنطلق اليوم في فرنسا الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية يتصدرها اليمين المتطرف متقدماً بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون ودعي نحو 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الخمسمائة وسبعة وسبعين في انتخابات تجرى دورتها الثانية في السابع من يوليو ومن المتوقع أن تشهد عمليات التصويت كثافة وقد ينتج عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف كما أنها الأولى منذ عام 1997 والتي لا تنظم بالتزام مع الاقتراع الرئاسي نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية التثلاثية التي أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو الجاري ووصفتها بأنها استفزاز جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة تابعة لوزارة خارجية كوريا الشمالية أضاف البيان أن بيونج يونج لن تتجاهل الإجراءات التي تتخذ لتعزيز كتلة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وستعمل على حماية السلام الإقليمي برد قوي وحاسم نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صبع الخير يا مصر ولكن بعد الفصل